خلينا برضو كان فيه قناة العربية قالت بان قوات الامن التونسية داهمت منزل القيادي بحركة النهضة عبدالعزيز الدغسني واوضحت القناة ان مدهمة منزل الدغسني تأتي على خلفية التحقيق في قضية الجهاز السري للحركة المرتبطة بجماعة الاخوان وفتحت النيابة العامة التونسية في اكتوبر الماضي تحقيقا بعد نشر معلومات وصائق تكشف عن وجود جهاز سري لحركة النهضة التونسية كان على علاقة بالاخوان في مصر وضلع في اغتيالات سياسية لرموز معارضة تونسية خلال الاعوام التالية للثورة ابان حكم هذه الجماعة الاسلامية احنا عارفين ان دلوقتي اليومين دول المفروض انه فيه الترشحات للرئاسة في تونس والحياة انه كان حزب النهضة وقت ما كان وعلاقته بالاخوان وقت ما حزب النهضة كان مترشح السبسي محدش منهم كان مرشح نفسه دلوقتي عبد الفتاح مورو اول مرشح لحزب النهضة وهناك تساؤلات كثيرة الحقيقة عن موضوع المرشحين عن موضوع حزب النهضة بالتحديد لماذا يعني هما كان موقفهم ومحدش وهما لا يطمحوا للحكم وانه ما كانش حد مترشح ايام ما كان ترشحات السبسي اللي فاز فيها فدلوقتي موضوع التساؤل بقى هل هيتم نفس السيناريو مصر انه بعد يعني طبعا باختلاف او انه الاخوان ممكن يوصلوا للحكم عن طريق حزب النهضة التونسي فده برضو او يعني ده تساؤل بيطرح نفسه لسبب بسيط جدا لسبب هو انه الحال مرشحين للانتخابات التونسية عدد كبير جدا منهم يوسف الشاهد منهم كمان رؤساء حكومات مهدي جمعة كمان في حمادي الجبالي كل دول مرشحين لانتخابات الرئاسة التونسية ورؤساء حكومات سواء رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد او رؤساء حكومات سابقة فيه كمان وزراء فيه وزراء سابقون منهم عبدالكريم الزبيدي فيه كمان سلمة سلمة اللومي تقريبا او سامية اللوهي او حاجة زي كده برضو دي من الوزراء من وزراء سابقون فيه كمان من المرشحين الاخرين زي ما قلنا اول مرشح للنهضة عبدالفتاح مورو فيه كمان مرشحين بيقولوا مرشحين معارضة ويصيروا الجدل محمد عبو وفيه ايضا مرشح المعارضة يعني انا اسفا الخط مش واضح شوية وانا مش ملمة باسماءهم او يعني الهمامي او يعني والفكرة بس اللي انا بقول لكم على الاسماء دي ودي كانت الحقيقة كلها كانت مطروحة من من البي بي سي كل الكليبات دي يعني كانت جاية من البي بي سي وعملين هما تقارير عن الموضوع ده فيه كمان نبيل القروي مرشح ايضا اخر هناك احنا كده فيه سيدتين الوزيرة السابقة وفيه كمان سيدة اخرى اللي هي عبير موسى دي بردو بيقال ان هي الحقيقة ماشي على نفس نمط السبسي اللي انا بقوله خلينا يعني اتكلمنا عن موضوع الانتخابات التونسية لسبب بسيط جدا انه عدد كبير مرشحين النهاردة تم اغلاق الترشح والمفروض هيشوفوا بيدرسوا الاوراق عدد كبير ترشح زي ما انتم شايفين كام حد الاحزاب منقسمة ما هيش متوحدة وبالتالي فيه تخوف انه الانقسامات دي والعدد الكبير المرشح اللي هيتم الاعلان عن مين هما اللي استوفوا لشروط الترشح وهيتم الاعلان الرسم يعني مين هما اللي هيدخلوا السباق يخشى انه يكون عدد كبير وانه نتيجة لتفتيت الاسوات ما بين الناس اللي هما رايحين ناحية الدولة المدنية يكون فيه كده مكسب ليه حزب النهضة اللي هو مرشح حزب النهضة التونسي وده خلانا نتكلم عن ده الخبر اللي هو موضوع مدهمة منزل قيادي بحركة النهضة التونسية اللي هو عبدالعزيز الدغسني وانه هناك حركة الاخوان الارهابية كلها مع بعض يعني الاخوان كلهم في كل حتة في العالم زي ما قلنا يعني مجموعة متصلة بتنظيم الاخوان اسمه تنظيم كده الاخوان وكلهم متواصلين في بعضيهم فهناك تواصل ما بين اخوان مصر واخوان حزب النهضة التونسي وهنشوف بقى بنتمنى او حركة النهضة يعني بنتمنى انه التوانسة يعوي يعني ويدركوا خطورة التفتت ويكون فيه اتفاق على مرشحين بعد الاعلان ان شاء الله اللي جاي